اشتركوا في القناة والنهارده ان شاء الله معنا فيديو عن اصغر ثعبان خداري عمره ايضا يعني لا يتخطى ايام طبعا ابو السيور كان فأس عندي انا ولكن ده الحقيقة احد المزارعين لقاه عنده في ارضه وجابه كان بيظن ان هو كبرى فعشان كده جابه معاه وطبعا ده جماعة ثعبان خداري او كما يطلق عليه بعض الدول العربية افعى الفقران وطبعا ده انثى لان نوع الخداري بيبقى سهل جدا ان احنا نقدر نحدد الذكر من الانثى من خلال الرسمة او النقشة اللي بتكون على الجسد لان الانثى بتكون النقشة بتاعتها واضحة زي ما حضراتكم شايفين ولكن الذكر بيكون نقشته خفيفة جدا وفي منه بيبقى تقريبا النقشة تكاد تكون معدومة طبعا جماعة زي ما حضراتكم شايفين هنا كده حتى لون البطن بتاع الانثى بيكون مميز عن الذكر زي ما حضراتكم شايفين هنا كده طبعا اللون ده ممكن هو يفتح تدريجيا مع الحج افعى الفقران كما يطلق عليها في بعض الدول العربية او الخداري كما يطلق عليها عندنا في مصر من التعابين الساحلية للبحر الابيض المتوسط بتعيش بامتداد البحر الابيض المتوسط يعني موجودة عندنا في اسكندرية وموجودة في الساحل وموجودة في رافح موجودة في دومياط بورسعيد كفر الشيخ كل المناطق دي بيتواجد فيها الخداري طبعا جماعة الخداري زي ما ذكرنا انه هو اطول نوع موجود عندنا في مصر بعد الكبرى الذكر ممكن يصل حتى اتنين متر والانثى ممكن تصل حتى متر وخمسين متر واربعين لان الذكر حجمه بيكون اكبر من الانثى وطبعا جماعة هو من الانواع اللي بتمتلك غدة سمية ولكن بيمتلك انياب خلفية فبيكون سمه ضعيف نسبيا على البشر ولكن طبعا هو اشد قوة من ابو السيور يعني تعبان ابو السيور بيكون اضعف كتير جدا ومراحل كتير جدا عن الخداري يعني احنا بنقول ان الخداري او ثعبان ابو العيون اللي اتنين دولا يعني بيكون في المرتبة الاولى من حيث قوة السم بالنسبة لانواع خلفية الانياب ولكن مع ذلك سمه ضعيف جدا على البشر يعني ممكن هو يسبب بعض التورم يسبب بعض الارتفاع لدرجة حرارة الجسد ولكن وجوده في البيئة مهم جدا لان هو بيتغزى على القوارد بشكل اساسي وطبعا المرة اللي فاتت كان فيه ناس سألتني طب الحاجة الصغيرة اللي زي كده دي بتتغزى على ايه او كده طبعا ده بيتغزى جماعة بشكل رئيسي على الابراس على السحالي على القوارد الصغيرة حديثة الولادة فكل دي بتكون على قائمة الغزاء بتاعته وطبعا ثعبان الخداري والهرسين وابو الصيور من اشهر الحركات اللي هما بيعملوها بان هما احيانا بيرفعوا الرأس زي ما حضرتكم شايفين كده فممكن يظهر شبيه للكبرى عشان كده بعض الناس ممكن لما نشوفه كده بتظن ان هو كبرى او كده ولكن هو بيحاول ان هو يستطلع المكان او استكشف المكان بالحركة دي مش ان هو يقلد الكبرى احنا عندنا اللي بيقلد الكبرى طبعا اللي هو ثعبان الابو العيون طبعا زي ما حضرتكم شايفين وطبعا جماعة النوع الخداري دوت من الانواع الشرسة جدا ولكن الحقيقة ده من ساعة ما مساكته ما حاولش ان هو يعضني نهائيا رغم ان او السيور الثاني الصغير كان عمره يوم وكان بيعض وكان شرس لكن ده ما حاولش ان هو يعضني نهائيا وطبعا درجات الالوان بتختلف يا جماعة يعني الخداري في منه الوان اخدر ممكن يكون لون اخدر فاتح وفي منه اللون اخدر غامق مقارب للون الاسود وفي منه اللون القدام حضرتكم ده اللي هو مائل للبني طبعا ده اختلاف فقط في درجات الالوان لكن النوع بيكون نفس الجنس ونفس النوع مع اختلاف درجات الالوان فقط يعني اتمنى ان انا اكون افتح حضراتكم واتونى ان اكون اوجزت في الكلام واتمنى دعواتكم معايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة